بموجب اتفاق تم توصل إليه بين الأمم المتحدة والاحتلال ودمشق تم فتح المعبر الوحيد بين سوريا والقسم الواقع تحت سيطرة الاحتلال من هضبة الجولان والمغلق منذ أربع سنوات بسبب الحرب العلم السوري يرفرف مجددا فوق معبر القنيط رف الجولان المحتل بعد إعادة فتحه رسميا إثر التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين دمشق والأمم المتحدة والاحتلال نحن أبناء الجولان العربي السوري المحتل في هذا اليوم سعداء جدا بفتح معبر القنيطرة التي نعتبره شريان الحياة بالنسبة لأهالي الجولان العربي السوري المحتل كنا على ثقة بأن الجيش العربي السوري سيحقق هذا الأمل واليوم الحمد لله نحن وقفين هنا على المعبر بهمة جيشنا العربي السوري البطل بدماء أرواح شهدائنا لأبرار بهمة الشعب الصامد اللي صامد الثماني سنين بقيادتنا الحكيمة اليوم أنا حاسي أني كلي بدي أركض للوطن بدي أحضن الوطن بدي بوس العرض بدي بوس تراب الوطن نحن صارنا الثماني سنين محروب قلبنا عليهم محروب قلبنا على وطننا المعبر الذي يربط القسم المحتلة من هضبة الجولان والجانب السوري شاركت قوات الفصل التابعة للأمم المتحدة الأندوف بإعادة فتحه حيث انتشرت قواتها على طول الخط الذي يفصل الجولان السوري المحتلة عن الأراضي السورية مصادر إعلامية أشارت إلى أنه في الوقت الحالي سيسمح بنقل أفراد الأمم المتحدة فقط ولن يسمح لسكان الهضبة بالعبور أو نقل البضائع عبره إعادة فتح المعبر بعد إغلاق دام أربع سنوات تقريبا يعد مؤشرا جديدا على استعادة الجيش السوري بدعم من روسيا كل محافظة القنيطر السورية ضمن اتفاق التسوية الذي أفضى إلى خروج المجموعات المسلحة وعلى رأسها جبهة النصرى إلى إدلب